السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات الصف الثالث الثانوي العام والأزهري دي يونيت سيكس من كتاب سينيور لثالثة سنوي فاينال ريفيجن نمبر وان مدرسي أو أستاذي بيمدحني فور ذا اي ايام ميكينج الايه اللي أنا بعمله في الدراسدي أكيد التقدم اللي أنا بعمله في الدراسدي تقدم يعني عشان في ناس بتقول لي يا مستر ما ترجم كل الاختيارات انا فيه اختيارات المفروض حباك تبقى اعرفها يعني 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 العملية زي تاخد وضع عملية طبيعية يعني تأثير فأنا ممكن اترجمهم كلهم بس هاخد وقت طويل جدا مدام ما هشرح في ساعة مثلا هنحل الوحدة دي في ساعتين واكتر كمان فلو انت في كلمة ما انتش عارفها هسألني في الكومنتز تحت لكن انا هترجم كله 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 هيبقى صعب قوي يعني كفايا ان انا بترجم السؤال وبترجم الايجابات تمام وهترجم على قد مقدر برضو عشان ما حدش يكون زعلي نمبر تو عشان تتبع الحاجة اللي انت لازم تعملها دلوقتي العدد اللي لازم تعملها دلوقتي العمل بتاعك مش هيبقى متوف يعني متوف اللي هو يفضل بكرة متأجل يعني بكرة بعدو تغير اكيد تقدم وريبيت يعني يكرر نمبر ثري when a working environment لما تكون لبيئة العمل is pleasant يعني صارة مفرحة مبهجة not increases الاهبي يزيد الـ evaluation التقييم الـ productivity الانتاجية أو الـ assessment التقييم الـ procrastination التسويف التأجيل لا نمبر فور lots of diseases الكثير من الامراض have not due to الكثير من الامراض حصل لها ايه due to يعني بسبب او بيقى بعدها انجية او اسم بتسوي because of recent medical advances يعني التقدمات او التطورات الطبية الحديثة طيب المزيد من الامراض تحسنت improved لا طبعا type spread انتشرت بسبب وجود علاجات متقدمة اكيد لا declined انخفضت تمام لكن reduce عايزة بعدها مفعول به يعني reduce معناها قلت او بس عايزة بعدها مفعول به لكن decline ده فعلا لازم مش محتاج مفعول به نمبر فايف انا خدت عدد من الاختبارات that not in levels يعني ايه في المستويات of difficulty في المستوى الصعوبة اكيد تتنوع وتختلف يعني vary decline يعني تنخفض different يعني مختلف صفة متنفعش احنا احنا يزين فاعل اسس يعني يقيم نمبر سكس once the teacher starts the math lesson بمجرد ما المدرس يبدأ درس الرياضة اي نقط انا مش مهتم اصلا بيه خلاص بنفصل يعني يفصل اسمه خلاص دماغ بتفصل خلاص تقلع الطائرة الطائرة ويقلع الهدوم put يعني يبدأ الشيء طيب number seven the research البحث aims to not the impact اللي هو التأثير of staying up late ان انت تفضل صحي متأخر on productivity يعني تأثير الصهيان او تفضل صهران على الانتاجية بيعمل ايه بيقيم هالوية يزن لا تؤسس يقيم يعني يعرف ايمة او تأثير الصحيان اخر على الانتاجية بتاعتك vary يتنوع raise يعني يرفع ويزيد number eight after some reflection بعد شوية تفكير reflection هنا هو قصد التفكير deep thought he made the decision اتخذ قرار reflection refers to يعني تشير ايه معناها ايه hesitation يعني تردد غلط relief راحة غلط deep thinking تفكير عميق صح exhaustion ارهاق غلط number nine يبقى لا احد ينكر في التعامل مع الوظيفة يبقى اكيد كفائتها وقدرتها واتقانها يبقى مثمر طيب احنا عايزين صفة ملكية عايزة بعدها اسم يعني كفائتها انما مثمر ومنتج وديت صفة وما يمشي عفعش صفة ملكية يجي بعدها صفة كمان طيب هي معناها كفاءة وقدرة procrastination يعني تسويف assessment يعني تقييم number ten the morning trains القطارات الصباحية are usually غالبا packed يعني معبق بي مليان بي مليانة بالإي بقى بالtourist السياح ما كبشي ايه علاقة السياح بالموضوع وبيقولك كمان are usually دائما conductors يعني الكومسارية او المواد التوصيل conductor يعني موصل او كومساري consumers مستهلكين لا commuters يعني الراكبين الركاب اللي بيسافروا تقريبا كل يوم للعمل غالبا او للدراسة يسافر يوميا للعمل او للدراسة اسمكم commuter ان احنا ايه في الساعات الاولى طيب هو مش are ده فعل ربط وفعل الربط عايزة معدها صفة تيجي تقول لي طب ما فيه most most دي حال ما لهاش علاقة بتصف حتى الصفة اللي بعدها يبقى are فعل ربط most حال يبقى انا عايز صفة شن ديت اسم خلاص attention انتباه ده اسم مش عايزينه تقدم وبرضو اسم مش عايزينه كفاءة وبرضو اسم مش عايزينه خلاص يبقى يعني معناها مثمر جدا منتج جدا في الساعات الاولى من الصباح ناشي number 12 بعض الاطباء بيقولوا ان اكل اللحمة doesn't not a person's colesterol يعني ما بيعملش ايه في colesterol بتاع الشخص يبقى doesn't طب اسألك سؤال اللحمة بترفع الكوليسترول اللحمة فاعل والكوليسترول مفعول يبقى هنا ينفع في فعله مفعول يبقى يبقى يزين فعله متعدي ولا لازم لا فعله متعدي خلاص يبقى ناخد raise raise هي اللي فعله متعدي انما raise ده فعله لازم ما بيجيش بعدين مفعول يعني يعني يحرك للاعلى مش يرفع يعني يعني يحمل العلاج اللي بيتبعه الطبيب طبيبة يعني عالجت يعني مريضها من المرض طيب عالج المرض طيب مش يعني عالج فعل أو فعل عادي طيب الفعل العادي عايز مع صفة ولا عايز حال طيب يبقى نقول بإهمال عالج ولا بشكل تقليدي عالج ولا يعني عاطفة ودي أصلا اسم خلاص يبقى بطريقة مؤثرة وفعالة شفاء المرض أو عالج المريض أو المرض تمام يبقى عايز حال عشان بنصف فعل بيصحى بدري عشان يذهب إلى العمل خلاص يعني شخص بدوي ومتنقل صباحي يعني حاجة بتمد بالطاقة night owl بوما مسائية اللي هو بيصهر يعني بالليل لا early bird آه اللي هو الطائر اللي بيصحى بدري خالص شان يشوف رزقه هو شبهه كده يعني شخص بيستيقص باكرا number 15 during holidays أثناء الأجازات he is and and always go to bed after midnight بيروح للسرير بعد من تصف الليل خلاص يبقى بيصهر يبقى بنسميه night owl بوما مسائية the terrorist disappeared بوما مسائية يعني شخص بيصهر early bird يعني شخص بيصهر early night يعني ليلة باكرة night bird طائر ليلي تمام the terrorist disappeared the hustle and bustle ايه hustle and bustle ده يعني الضقيق والضوضاء اللي هو الهرج والمرق يعني الهرج والمرق الهيصة يعني طيب بين الهيصة طيب الهيصة ديها اثنين ولا ناس كتيرة جدا ناس كتيرة جدا يبقى amongst أكيد بين اثنين amongst بين مجموعة in between ما بين وround يعني حاولة يبقى أحد لشراء هذه السيارة هي عدم توفر يعني قطع الغيار قطع الغيار بتاعتها طيب دي ميزة ولا عيب لا طيب عيب خلاص مزايا ورضو غلط جائزة غلط يعني يعني عقبة يعني عقبة سلبية الطلبة ما ينفعش يسيبوا نفسهم بواسطة الهواتف في فتاعتهم يركزوا بالهواتف أنتم ركزين جدا بس في الهاتف نفسه مش في التعليم طيب ينخفضوا لا طبعا يتشتتوا ينجزبوا آه ما يسيبوش نفسهم يتشتتوا بالموبايل يبقى لجابة سي البطارية ممكن تدوم لمدة يومين يبقى اعتمادا على استخدامك للموبايل لا المفروض بقى يعني اعتمادا على أو بناء على يقف يظل يحدد مش تنفعه خالص يبقى بالاعتماد على اعمل الأولويات في كل مرة لا تدخرهم ما توفرهم للنهاية خالص يبقى عشان تتجنب التقييم عشان تتجنب الفاعلية عشان تتجنب الانتاجية ولا عشان تتجنب التسويف اعمل الحاجة اول بول ما تركبهاش يعني يعني فريق من الخبراء يعني يعني كارثي كارثي جنيل جدا طيب يبقى كده فضائل لا قيم ممكن من فاش نقوله معناها بيعدك ولا المفروض نقوله قيمه اك يبقى اسست بقيمه او على انه كارثي يعني محدد الموقع لو استمرت في صرف الفلوس على مثل هذا الشكل يعني 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 ينتهي بك الحال يعني مديون يبقى معناها لو انت استمرت يعني يستمر carry on تمام أو معناها يستمر بتا we go on بتا continue come over يزور give up يستسلم take on يتولى مسؤولية أو ممكن يوظف ماشي the morning accident الحادثة الصباحية not the death of 11 passengers يعني وفاة 11 راكب يبقى resulted in معناها نتج عنها يعني أدت إلى بتسوي كلمة lead to resulted in إنما caused مش عايزة off المفروض نقوله caused الشي على طول لكن لو انت عايز تقول ما caused بتاخد off يا مستر آه بس لما تبقى اسم إبقى نقوله was the cause of عشان تختار بي لازم تعمل كده was the cause of اللوت يعني سمحت للوفاة arouse from نشأت من لا نحن عايزين نتج عنها the warring parties الأحزاب المتحاربة المتصارعة cannot reach some kind of agreement يعني تصل إلى نوع ما من الاتفاقية أو الاتفاق خلاص يبقى بشكل سلبي بشكل بلا أمل فيه helplessly بشكل positive طب ما هتقول لي آي ينفع بس ريتش ده فعلا عادي والأفعال العادية عايزة نصفها بإيه نصفها بحال خلاص يبقى hopefully يعني في أمل في الموضوع the major not of our national عشان نعيس حال يصف الفعل البعد the major not of our national mega projects يعني المشروعات العملاقة الماجور يعني الأساسي والرئيسي والكبير of our national mega projects يعني مشروعات العملاقة القومية is yet to come يعني لسه هاي الفلونس زي بعض هقول لك بص الفلونس تيجي لما يكون فيها effect أو persuasion على تأثير وإقناع لما يكون عقليا وعلى تصرفاتك فده اسمه الفلونس عشان كده بتوع الانترنت أو اليوتيوب بسمهم الفلونسر مش impactors الفلونسر ليه عشان بيأثروا على عقلك وعلى تصرفاتك والبهيفور والسلوك والكلام ده كله نعم impact ده تأثير حقيقي زي مثلا وقلت لك the impact of the bullet مثلا يعني التأثير بتاع الرصاص على الحيطة فحصل خرم في الحيطة كده بسبب الرصاص فده تأثير فعلي حقيقي تمام 26 the professor held a question and answer not عمل سؤال وإجابة ايه after the lecture بعد المحاضرة خلاص يبقى عمل الجلسة ايه الجلسة الجلسة تسؤال وقواب يعني يبقى session process عملية عمليات factor عامل احد العوامل يعني logic يعني منطق تمام فأكيد ولا واحدة فيهم هتنفع number 27 food prices are now not higher than they were last year طيب تمام هو هنا higher صفة والصفة مش هنصفها بصفة كمان هنصفها بحال إذن الإجابة b غلط و c غلط اللي هي practical يعني عملي effective يعني مؤثر وفعال خلاص نقوله hardly higher ولا significantly higher اكيد significantly بطريقة بارزة بطريقة كبيرة بطريقة واضحة تمام number 28 students form different not about one math problem الطلبة شكلوا مختلف بشأن مسألة رياضية واحدة كل واحد فيهم عمل process عمليات situations مواقف theories نظريات فحد يعمل نظرية بشأن المسألة لا conclusions يعني استنتاجات حلول استنتاج أو حل number 29 the director المخرج used the high not technology to make the film يبقى كان اسمها high decline مخفض عالي high level high level technology مش مش يعني زيت مستوى عالي high step خطوة عالية surface سطح عالي أكيد لا number 30 don't not me can't you see I'm talking انت مش شايف انت مش شايف انت مت قطع نيش طب فين ما تقطع نيش دي بقى don't interrupt me يقاطع اكيد فوكس يعني ركز procrastinate يعني يساو concentrate يعني يركز هند writes about everything that happens to here in here personal هند بتكتب حاجة بتحصل الله في personal diary يعني دفتر يوميات النباديري معمل البان او منتجة الالبان guidebook كتيب ارشادي brochure كتيب اعلاني 32 since he didn't have many not open he took the job لأنه ما كان عنده الكثير من الاه متاحة هو قبل الوظيفة ما عنده الكثير من option متاحة options الاليا الاختيارات chooses يعني يختار وده chooses يختار وده فعل تمام محفوض choices مش chooses choices ياب i c e s in between ما بين تقدمات وتطورات مثلا فعش خاص 33 the coach followed won the team the match الاه اللي تبعها المدرب خلت الفريق يفوز بالmatch يبقى structure التركيب والبناء لا style النمط والأسلوب بس النمط والأسلوب غالبا بيكون في الاي في اللبس في الكلام strategy هي دي اللي تنفع لها استراتيجية أو خطة تمام technology يعني technology number 34 the scientists will announce هي علنو العلماء هي علنو his not during his مكتشفات 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 It's important It's important إنه من الهام to not check your car before traveling إنك تطفح عربيتك على ما تبتدي تسوقها أو تسافر بيها gradually تدريجيا لا rarely نادرة برضو accidentally يعني بالصدفة أو بشكل مصادف لا بشكل منتظم to achieve your goals عشان تحقق أهدافك you should put things in order of يجب أن ترتب الأشياء في ترتيب important صفة وإحنا عزين الوف أي حرف قرب يجب عندي ing أو اسم يبقى important مهم لكن عزين importance اللي هي الأهمية priority تنفع اللي هي اللي graph رسم بياني inferiority الدناء اللي هو يعني الحاجة دنيئة جدا ومالاش لازم I have read a not study دراسة إيه about the effects التأثيرات of eating on our health يعني تأثيرات الأكل على صحتنا طب هي مش study يات اسم أو أنا عايز قبلها إيه عايز قبلها ممكن صفة أو اسم بيا صفة وخلاص خلاص يبقى اسمها research study research study معناها دراسة بحسية تمام طيب researcher باحث researching عمل تبحث تبحث هل الدراسة هي اللي بتبحث research يعني ابحث بس he got a not message that the file can't be uploaded طيب الملف مش عارف ما ينفعش يتم رفعه خلاص يبقى اسمها رسالة error في غلط في الموضوع خلاص في خطأ error decline يعني رفض productivity الإنتجية progress تقدم 39 parents do their best to ensure their children's health and الأب والأمة والوالدين بيبذولوا القصارى جهدهم to ensure يعني يضمانوا their children's health صحتهم and والسلام والعافية اسمها بلايهود اللعب exhaustion will being هي دية الراف هي والصحة will manner يعني حسن السلوك المفروض good manner بس will manner دي صفة لازمية بعدها اسمية آية آآ sorry number 40 impatient at delay يعني غير صبور ومش طايق التأخير درايف درايفرز بيجان to blow their horns يعني يعمل بي 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 يضغط على الكلاكسات بتاعتهم هي دي معلها كده يعني يضغط على الكلاكسات بتاعتهم يعملوا الصوت يعني الو بي بي بتاع العربية in this sentence delay تعتبر اسم ولا فعل تعالى كده نشوف يلا كده بيقول لك the delay هي مش ذا بي بعدها اسم خلا وصيب الإجابة noun هي اسم طيب ندخل على الكولوكيشنز المتنازمات اللفظية أو الكولوكيشنز طيب تعالى كده يلا نشوف number number one the progress she نقط in English was remarkable طيب progress بتاخد معها فقر ايه أو يعني بتاخد معها فعل ايه make make progress يقوم بعمل تقدم طيب هل يعني يعقد أو يمسك ضد يفعل أساس يقيم volunteering can make a note طيب مش الأول الآن بيجي بعدها اسم خلاص بقى مش محتاج ان اقول غري difference تمام عايز ترجمة الفوق دولت ترجمة معروفة different مختلف different يختلف differently بشكل مختلف ده حال ده صفة وده فعل وده اسم the government must نقط action take action يعني تحمل action تصنع action ولا تؤدي action take action هي ده اللي بتي معها the course will not the efficiency يعني كفاءة of the workers إيما يعمل فيها ايه هي يزدها رئيس ده ما تنفعش عشان ما بيجيش بعدها مفعول اراوز يعني ينشأ من العدم أو يظهر produce يعني ينتج خلاص سوف تزيد تزيد increase loving the work ان حب العمل يدول اللي انت بتعمله will surely not your productivity هيعمل في الانتجاب بتاعتك decrease يقلل decline يرفض ويقلل arise ينشأ لا هيبقى raise يعني يرفع ويزود ويزيد آية asks her father's advice يعني تطلب نصيحة والدها before not a decision قبل ما تتخذ قرار carrying a decision لا conducting a decision لا making a decision decision بتاخذ make number 7 procrastination يعني التسويف المماطلة not a bad effect يعني لها تأثير سلبي on productivity يبقى نقوله has a bad effect كلمة effect تاخد have أو has the police الشرطة couldn't not a conclusion يعني استنتاج أو خاتمة أو استنتاج أو خليها استنتاج هنا number 8 the police couldn't not a conclusion الشرطة ما قدرتش تعمل استنتاج who bumped يعني فجر the station إليها المحطة طب conclusion دي بتيجي معها ايه draw a conclusion يعني يصل إلى استنتاج number 9 not a back I felt ashamed يعني شعرت بالخزي والعار من نفسي for what I had done على ما فعلته طب لو احنا بدأنا الجملة نبتدي الجملة بإيه هل ده فعل أمر مثلا فنبتدي بإيه block لا ومن فعش أبدأ بإس ولا أبدأ بالإي ممكن أبدأ بالإن جي وهنا بيعمل إيه عمل الجير فنقول looking back يعني ناظرا للخلف في الماضي يعني number 10 they thought she wasn't equal to the task هم اعتقدوا أنها ما كانتش مساوية أو كفأ وعلى قدر المهمة but she not it perfectly بس هي عملت المهمة بشكل ممتاز هي بقى كلمة مهمة task بتاخد ايه make ولا do لا بتاخد do صحيح بس احنا في الماضي تبقى عادي المشكلة مهم انها بتاخد do في الاصلة نروح دلوقتي على prepositions prepositions يعني حظو في الجر يلا مين كده number one you must come not whenever you go past my house طب تزور يعني اسمها come over come يعني number two his lifelong dream يعني حلم طول الحياة is to take not in the olympics يعني يشارك في كان اسمها take place لا take place يعني يحدث take part in يعني يشارك في the research team will expand ان فرق البحث سوف يوسع طيب هفجر on expand on their experiments يعني يتوسع في تجارب هم an Egyptian student طالب مصري نقط a good design يعني تصميم جيد for a solar powered car سيارة تضار بالطاقة تقتل الشمس تمام يبقى اكيد ابتكر يعني ابتكر كان اسمها come up was come up was يبتكر او يأتي بفكرة جديدة number five i really need to tidy up and put نقط my clothes أنا حقا في حاجة الان نرتب ونعمل ايه في ملاوسي كان اسمها putaway putaway يرتب ها يشيلها في مكانها food prices أسعار الطعام have increased زاد not 10% مش 10% دي اه يبقى buy buy تيجي مع النسبة المواية معناها بنسبة 10% the new secretary is very punctual وكلمة punctual يعني منضابط في موعده and always not time طيب خلاص معناها نقول عليها in ولا نقول عليها on time on time يعني بتجف معدها بالظبط don't forget to try not the equipment before buying it ما تنساش انت تجرب المعدات قبل من تشتريها اسمها try out يعني يجرب the investigation التحقيق has lead 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 أصلا أصلا صح يبقى lead to lead to the arrest يبقى التحقيق أدى إلى القبض على عدد من المشتبه فيهم number 10 these photos made me think in my childhood طيب يرجع بالماضي وكلام داس ما think back to يرجع بالماضي بذكريات وإلى فترة الطفولة تعال رحي الله لل synonyms وال antonyms المراضفات والمضادات أو المتضادات number 1 the castle اللي القلعة is a massive building مبنى ضخم massive can't be replaced يعني أنا مش عايز مراضف هنا أنا مش عايز حاجة معنىها لا يمكن استبدالها بي معنى كده أنا عايز مضاد طيب massive معنىها ضخم طيب ما هي كده بتساوي enormous وتساوي giant وتساوي huge يعني عكسها tiny ضغيل the market sales مبيعات السوء have declined انخفلت عكس كلمة decline مش decline يعني انخفض increased ازدادت number three the rooms vary in size الغرف بتتنوع في الحجم عكس كلمة vary طيب مش vary يعني اتنوع عايز عكسها بقى خلاص يبقى match تتطابق he can assess the situation هو يقدر انه يقيم الموقف assess بقى convoy the same meaning يعني توصل نفس المعنى بتاع ولم convoy the same meaning يعني عيس ننم مراضف الدينية لنفس المعنى كلمة assess يعني يقيم ما فيش غير دي evaluate يعني يقيم برضو number five he procrastinates until it is late بيقعد يسوف لحد ما الامر يبقى خلاص ما اتأخر مراضف كلمة procrastinate معناها carry out يعني ينفذ لا put off harry يستعقل advance يتقدم لكن قلنا put off معناها يؤجل نما advance يتقدم number six the meeting was very productive إن الاجتماع كان منتج جدا مراضف كلمة productive مش المراضف بتاحها يعني منتج ومثمر ما فيش غيره fruitful هي لمثمر number seven he continued his work without stopping استمر في شغله بدون توقف أي infrasal verb من اللي جايين دور ممكن يبدل كلمة continued continue يعني بشكل متواصل أو واصلة واستمر مش continue بتسوي go on بتسوي carry on يعني استمر في نواصل the media has an impact on us إن الميديا لها تأثير علينا impact هنا شبه كلمة مش impact بتسوي effective e influence أو يبقى لقاب b يلا روح لل derivatives أو المشتقات number one the noun of the person اسم الشخص أو اسم الفاعل of the verb commute خلاص اسم الشخص من commute هو commuter l-er هي اللي بدي اسم الفاعل we use the suffix محتاجين الفاعل اللي بيجي في الاخر ولا في الاول لا suffix بيجي في الاخر prefix بيجي في الاول احنا بنستخدم الفاعل كذا to change the verb بنغير الفاعل depress into a noun طيب بنحول الاسم طيب اسمه depreciation ولا depression طيب depression معناها ايه معناها اكتئاب أو كساد طيب خلاص يبقى منحط الهاش ايش لا بنحط الهاش ايش يبقى depression كساد او اكتئاب computers can perform a not of tasks الكمبيوتر بتعرف تؤدي وتعمل ال a of tasks مهمات طيب اسألك سؤال مش ال a of كذا يعني الاسم التاع الاسم خلاص يبقى نعايز a variety لان كلمة a بيجي بعدها الاسم اللي هي ايه اللي هي do or say اي حاجة انت بتقولها او بتعملها is a not of your personality هي اهل شخصيتك طيب اسألك سؤال هو مش ال اديل السائل اللي مفوق بيجي بعدها اسم خلاص ما فيش غير واحدة تقريبا اسم صح ولي reflection يعني انعكاس لي number five you should have a strong knot in your chances يعني فرصك في النجاح يبقى يجب ان يكون لديك ايه قوي في فرصك على النجاح يبقى نقوله strong مش strong دي صفة اه بعد الصفة محتاجين اسم فين الاسم بدولة دور كده مش هتلاقي غير see belief number six which of the following suffixes ايا من الفتالية change the verb بتغير الفعل into an adjective بتحوله الى صفة طيب ماشي مش الصفة اللي اخرها i v طيب مالجبابي فيش غيرها لابتعمل صفة البقين بيعملوا اسم number seven too much not can cause stress بيسبب stress توتر وقلق and disease والمرض كمان طب يبقى too much dist مش ماتش دهوت بيقى بعدها اسم لا يعد او فين اسم الذي لا يعد ما فيش غير دي disturbance the necklace العقد is valueless يعني بلا قيمة كلمة less با دي معناها بلا بلا يعني بدون وبدون يعني without طيب تعال بقى نروح لل definitions او التعريفات number one the process of improving or developing is ان عملية التطور والتحسين اسمها الامster اسمها ال progress التقدم او التطور is when we delay doing something important لما بنأجل فعل شيء مهم يبدأ الاسم التسويف يعني التسويف procrastination مش ايلي تانين بقاشا احنا نترجموهم ومملكد كده تطوير elimination محو وحزف productivity الانتجية بس او عقب strategy strategy خطة وستراتيجية productive يعني مثمر number three oh and is a disadvantage يعني عيب جزء في عيوب of a situation خلاص يبعيزين عقبة في العقبة فيش غير drawback something that has a positive result is حاجة لها نتيجة ايجابية يبقى يكون productive يعني مثمر possessive ملكية plentiful وفيرة وفرة dramatic drama في حاجة مؤثرة يعني مش number five to stop thinking about something is to تتوقف تفكير عن شيء معين يبقى تفصل تفصل يعني ادمار التقفل خاصي بس اسمها switch off switch off mute يعني يعمل الشيء صامت أو صامت number six is خطة لتحقيق something or reaching a goal لتحقيق شيء أو الوصول الهدف خلاص هل اسمها الـ efficiency الكفاءة لا ولا الـ process العملية ولا الخطة والستراتيجية خطة والستراتيجية هي الخطة اللي بتخليك تحقق شيء إنما approach نحجو أسلوب number seven الشخص أو الشركة بتعمل شغل مفيد خلاص ما دي الانتغية بتاعتهم فدي اسمها productivity أظن ترجمنا البقين كتير يعني تحكم على الجودة أو السمة أو الصفة أو التكلفة أو القيمة بتاعت الشيء بدن تحكم عليها يبقى تقيم ها قيم ها يعني أسس طيب والبقين برضو احنا ترجم نوع لك ما عدا assure assure يعني يؤكد بتسوي assert بتسوي confirm وعندنا persuade يعني يقنع number nine if something becomes smaller لو حاجة بتبقى أصغر fewer أقل weaker أضعف it يبقى بتنخفض وتبقى أقل يبقى see declines number ten the quality of doing something with no waste إنك تعمل الحاجة بدون اهدار of time or money للوقت أو المال is يبقى دي معناها الكفاءة to not is to cause something to increase تسبب الشيء إنه يزداد or become bigger أو يصبح أكبر وهير وهكذا خلاص يبقى معناها raise يعني يزيد أو يرفع الشيء ويزيد to not is to make changes تعمل تغيرات to make something to to something to make it slightly different عشان تخليه إلى حد دماغ وبشكل طفيف مختلف خلاص يبدأ معناها أنت to vary vary بمعنى ينوع to delay doing something إنك تأجل فعل شيء that you should do إنك المفروض تعمله بنتك عمل تسوف يعني يسوف procrastinate يسوف number four a formal meeting اجتماع رسمي of an organization is a طيب يبدأ اسمها جلسة جلسة يعني session ده اجتماع رسمي or formal meeting is to think about something to fk that happened in the post شيء حصل في الماضي ما شها اسمها background لا ده background يعني خلفية يبقى looking back تنظر للماضي أو ترجع بزاكرتك للماضي طيب نكمل الكلمات number one be optimistic خليك متفائل everything will not in the end كل حاجة هتبقى ايه في النهاية يبقى كل حاجة هتبقى كويس في النهاية هتبقى كويس في النهاية يبقى will go well go well يعني ستمضي جيدا يعني كل حاجة هتمشي كويس كل حاجة هتبقى كويس إن شاء الله number two doctors can not diabetes بيعملوا ايه في مرض السكر but they can take you it بس ما يقدروا يعلقوه هم بيقدروا يتعاملوا معا يسيطروا علي إلى حد ما يتعامل مع there are not to every decision لكل قرار we make in life يبقى هنالك ايه لكل قرار بناخده في الحياة يبقى اكيد له مزايا وعيوب يعني مزايا وعيوب pros and cons pros and cons مزايا وعيوب number four when she starts reading لما بتبدأ القراءة she not and forgets her worries بتعمل ايه وبتنسى الاشياء التي تقلقها يبقى هي اكيد feels her best يعني بتشعر اقصى او افضل شعور لديها number five she used up all her trials استخدمت كل the trials المحاولات بتاعتها and had no not way to put to accept way but to accept يعني هنالك ايطرات تانية غير ان هي ما عندهش اي بديل يعني ايه بديل يا mister no alternative ماشي لك اللي عايزين else nothing else nothing else وي exchanging يعني تبادل وaccess يعني صلاحات الو الدخول الى او وصول الى running a company not a great deal in deal of discipline يعني ان تشغيل او ادارة الشركة محتاج الكثير من great deal of يعني كمية كبيرة من discipline اللي هو الانضباط and wisdom اللي هي الحكمة يشمل ويتضمن يبقى involves consist محتاج of include مش مش مكتوبة include اصلا تكتوب include including في المفروض includes اصلا وmanages يعني يعني يدير ونش number seven he finds himself not with such a workaholic life حيا مرهقة ومتعبة يبا هو بلا نفس مرهق ومتعب طي قال صحي burn out مرهق he did very well but he failed ولكن فشل to break the knot in swimming يبا فشل يحطم الرقم القياسي يبا break the record يحطم الرقم القياسي the state is carrying out ان الحكومة او الدولة الدولة بتنفز نقط project مشروعات to create job opportunities تعمل وظائف او فرص عمل يبا اسمها massive projects مشروعات ضخمة the teacher was very not with his instructions يعني تعليمات وإرشادات not to procrastinate عشان ما يسوف شوي أجل يعني طي تمام يبقى ووز specific specific يعني محدد وواضح ومعين علشان وووز عايز بعدها صفة بريدي حال عادي لكن بيجي بعدها صفة وووز عايز صفة يبقى ووز بس فكان محدد research evidence الأدلة بتدعم البحث support بتدعم the drugs not incurring علاج المرض طيب مش الاباصر في S دي بيجي بعدها اسم هتقول لي آه فين بقى التأثير والفاعلية فيش غير دي effectiveness دا اسم بمعنى التأثير أو الفاعلية طيب number 12 during the meeting أثناء الاجتماع everyone not ideas عمل إه في الأفكار أكيد عمل brainstorm يعني العصف الزهني يولد أفكار من دماغه number 13 the medical not report is positive إيجابي so he needs home isolation محتاج يعزل في المنزل طيب يبقى الـ debate هي فيه منقشة تقرير طبي لا لا يبقى المفروض المدك التحليل الطبي تقرير التحليل الطبي التحليل اللي حمنا يعني طيب number 14 the scientists found it hard العلماء وجدوا أنه من الصعب to put the theory into طيب اسمها put شيء into practice يعني يخلوها عملي يخلو الشيء عملي وهنا theory يعني النظرية يبقى put the theory into practice معناها يجعل النظرية عملية يعني عملية على تطبيقية طبع على الأرض الواقع number 15 he won if he wants not and that's why ولهذا السبب he did his best بزل قصار وجهده لي ينجح يبقى فاز بالإيه بتاع كل الناس يبقى فاز بالإمبروف يحسن بالبوش ولا بالسupport بدعم كل الناس the team have poor not throughout the season season يبقى الفريق عنده إيه سيء خلال الموسم أكيد أداءات أداءات يعني اللي هو performances يعني لعب ماتشوت وحشة يعني الأداءات بتاعته في الماتشوت كاتوحشة number 17 the equipment in the past wasn't as not as today's machinery المعدات في الماضي ما كانتش إيه بالضط زي الماشنري الألات مؤثرة وما كانتش فعالة يبقى مؤثر وفعال عايزين هاي صفة فين الصفة هي effective لكن influential معناها مؤثر زي ما قلنا على المشاعر على الأفكار لكن هنا مؤثر بجد فعليا flu is a not disease مرض ايه that the majority لأغلبية of people catch catch يعني يصب بالمرض يبقى هنا مرض شائع شائع يعني common سنقص الخبرة was the deciding factor العامر العامل الم المحدد المقرر behind not hiring him يعني خلف عدم توظيفه team work is even more important than not skill العمل الجماعي أكثر أهمية من المهارات الفردية فدي منسميها المهارة الفردية individual skill المهارة الفردية collective يعني الجماعي سيد المواطن اللي الوحد هو وحيد she complained that she اشتكت in he had been reading كان بيقره here not diary المذكرة أو مفكرة اليومات الخاصة بها بدا خاصة بها private خاص بشخص the mobile is thin الموبايل نحيف and light وخفيف and not convenient يعني ملائم to carry around ولهذا السبب ولهذا السبب دي معنا therefore تانية دي كانت مفروض for that reason for that reason for that reason number 23 he has been ill هو كان مريض in hospital for over a six period مفروض six month اشمعنا عشان دي اسمها صفة مركبة والصفة المركبة المكونة من الرقم زائد اسم مفرد بس ما يفعش يتجمع ثم الاسم النصوف فهنا لازم الاسم الارض مسطحة يعني ظل موجود لقرون عديدة يبقى الفكرة او الاعتقاد طب بس الفكرة هنا ده يفكر مش فكرة خلاص احنا عايزين الاعتقاد 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 والايمان unless we eat not طب ايد فعل عادي ولا فعل ربط فعل عادي فعل العادي عايز مع حيال يبقى health لي شمعنا عشان بقولك we may develop serious diseases ممكن يصبح عندنا امراض خطيرة يبقى لو لم نأكل بشكل صحي number 26 waiting for the announcement منتظرين الاعلان بتاع نتائج الامتحان is a time ان انتظار نتائج الامتحان اعلان نتائج الامتحان is a time of a great يعني الوقت ده بيبقى فيه عظم جدا وكبير جدا an anxiety اكيد التوتر والقلق طيب تمام number 27 she is or has not due to the problems بسبب المشاكل she is having at the moment ماذا عندها مشاكل اليوم من دولة يبقى هي stressed متوتر قلق we can avoid ourselves illnesses احنا ممكن نجنب نفسنا الامراض بين نوع self care يبقى بنحنا نعتنب نفسنا اسمها practice self care يعني ومارس العناية بالنفس يعني نعتني بنفسنا يعني نمائ rejecting يعني نرفض number 29 stress can cause health problems التوتر والقلق ممكن يسبب امراض صحية like نعط and anxiety زي الايه والتوتر زي اكيد الاكتئاب يعني الاكتئاب ده depression طيب hatred يعني الكراهية patience الصبر 30 their campaign يعني الحملة was intended يعني من قصود بها to raise not of mental health issues يعني المشاكل الصحية العقلية والنفسية منت العقل ونفسي تمشي لاثنين تمام يبقى نرفع الوعي يعني الوعي يبقى raise awareness نرفع الوعي بالمشاكل الصحية النفسية والعقلية number 31 to be not it was one of the worst books I have ever read ده كان أسوأ كتاب أو واحد من أسوأ الكتب لغلية في حياتي يبقى to be honest عشان أكون صليح معاك ده كان أسوأ كتاب لغلية في حياتي to be honest number 32 breezing and the circulation of blood التنفس والدورة الدموية or life يعني يبقى عملية طبيعية وزات خطوات process عملية طبيعية أو زات خطوة he felt not overloaded يعني المشاعر زادت عليه على حمل أو على نفس مثلا أو على عقله to do any more physics number 33 he felt not overloaded الحمل زاد عليه to do any more physics problem يعني يعمل أي مسائل أو مشاكل مسائل هنا طبعا رياضية يبقى كيد mentally عشان الفيزياء محتاجة مخ يبقى شاعر أنه بيحس أنه الأمر التقى زادت عليه عقلي أو نفسيا فعشان كده ما كمل حل المسائل الفيزيائية this medicine is الدواء not the risk يعني بس هو مش بيش فيه مش بيعلقه يبقى بيقلل خطر العدوى يعني بيقلل reduces يقلل she had no valid valid يعني صالح صواب صحيح هي ما عندهش صالح أو صواب أو صحيح for not finishing her homework لأنها ما خلصتش الوجب بداحة يبقى ما عندهش عزر يعني عزر يعني excuse excuse يعني عزر it's determination that makes him not going to win the gold medal التصميم العزيمة هو اللي بيجعل يستمر في أو يفوز في الميدالية خلاص يبقى دا الحاجة اللي بتخلي keep going يعني keep going يعني يستمر my teacher gave me some not about how to study مدرسي يداني شوية ايه بشأن ازاي ان انا اذاكر يبقى يداني شوية اكيد نصائح فين النصائح advice ما بتتعدش اصلا ويبقى tips tips نصائح flying maybe الطيران ممكن يكون more expensive يعني اكثر غلوان غالي اكتر but it's not the money ولكن استحق الفلوس اكيد يبقى it is worth the money استحق الفلوس بتصرف عليه 39 this medicine هاز الدواء هاز انا اطاست له طعم ايه so i drink some juice after it بشرب شوية عصير بعض عشان مش طيق طعم ويبقى طعم وحش وحش يعني unpleasant number 40 a serious road accident حدست طريق خطيرة caused traffic not yesterday سببتي traffic ايه مبارح ايه المرور مبارح سموس يعني نعم كده وسلس لا اكيد chaos chaos يعني فوضى في فوضى في المرور Sarah is very active نشيطة جدا وفعالة online على net and writes daily in here وبتكتب يوميا في بتاعها في البلغ المدون على الانترنت the theory النظرية نقض existence يعني الوجود of life on other planets يعني وجود الحياة على الكراكب الأخرى يبقى تفترض يعني مستر يفترض the supposes الأخيرة suppose يفترض number 43 it's hard to keep my notes with such a noise going on يعني الصعب ان انا حافظ على بمثلة هذه الضوضاء مستمرة وبتحدث يبقى حافظ على التركيز when my father retired لما والدي تقعد he not over his duties يعني وانجباته to the new manager يبقى سلم يعني يسلم handed over hand over يعني يسلم بس يا مستر لو انا قلت hand اللي هي بالل دي معناها هتعمل باليد يمكن تعمل بالشيء بإيده يعني number 45 after working 10 hours بعد ما اشتغلت 10 ساعات او هي she needed to not a break طب break بتخيل take a break او ما مفعش تقول to have a break او to take a break عشان تو بعدها المصدر what he hopes to achieve ما يأمل ان يحقق اصطنا a new world record يعني رقم قياسي عالمي in running يبقى يحطم الرقم القياسي او يضع رقم قياسي اسمها set ممكن نقول set او ممكن نقول break ست بال e سينيور بوك طبعا appeals to all students طبعا يبقى ان كتاب سينيور يروق لي او يعجب كل الطلوة تمام بالتأكيد ما فيشك في الموضوع ده يبقى definitely appeals to طي number 48 not on the content of your essay يعني المحتوى بتاع المقالة بتاعتك not its appearance مش المظهر يبقى ركز على بدان في on يبقى عايز focus on أو concentrate on i can't understand the not of illegal immigration to يوروب يعني الهجرة غير الشرعية لأوروبا يبقى the reason عايز for إنما the logic of logic يعني المنطق إيه المنطق وراء الهجرة الشرعية لأوروبا عارف أوروبا فقيرة ومين بيهاجر لأوروبا ده تعالا نجيب كده يلا she fell into a decline after longest illness بعد مرض طويل الل decline هنا تعتبر هي مش بعد ال أو بعد الآداء المفروض يكون إيه يكون اسم خلاص يبقى هو نون خلاص تمام تعروح الله great expectations الفصل اللي عليه الدور دا يلا دانا always not that she has a rich uncle عندها عم غني يبقى أكيد بتتفخر بتتكبر يبقى pride ما تنفعش عشان معناها الفخر وكبر دا اسم لأ نقوله boost بتتفخر وتتكبر دا الفعل the accused received إن المتهم تلقى إيه not for his crimes على جريمته يبقى كيد حكم ماذا الحياة اسمه life sentence the ghost الشبح of the dead cat القطة الميتة came back to not him in his dreams شبح القطة الميتة طارده في أحلامه فكوبيسو إيه ده طيب haunt haunt يعني يطارد تمام there are so not بس يطارد في الأحلام وكده لأنه حاجات الأشباح ويخوف جده مش هانت اللو يصطاد لا haunt يطارد on his face as a result of the accident يبقى كان فيه إيه على وشه كنتيجة للحدثة كان فيه ندبة أو آثار للجرح اسمه scores نمس كير دا يعني يخيف نمس كورز يعني ندبة number five I'm feeling not because my team won the championship يعني فريقي فاز بالبطولة يبنا أكيد من أشعر بأن أنا enthusiastic متحمس لأي لأن دي اللي الصفاء enthusiastic دا الاسم أو الشخص المتحمس interesting يعني أنا لو أسبب الإصارة المفوض interested وكرف الحريص إيه القطب الموضو he is wearing a smart watch وبيل بالساعة زكية on his left أكيد معصام اليد داسم رست يعني معصام اليد it 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 was it was and night as she waited for exam results to appear مستني نتائج اللي متحن اللي تظهر يبقى anxious time كيد يعني anxious night ليلة فيها توطر وقلق كتير number number eight runner is not for her calmness يعني هدوء and politeness و أدبها يبقى is remarkable for معنى ملحوظة بي آه يعني ملحوظة يعني النسبة لحظة بي معروفة بي لافتة للنظر في number nine the thief الحرامي was wearing a short not a blue shirt قميص أزرق قصير الأكمام قصير الأكمام الأكمام أكمام يعني sleeves الكمي يعني نص كمي if you think you are going to slide لو انت حسن انت هتت تزحلق not onto my arm امسك في دراعي فاسمها hold onto تشبث في امسك في تمام number eleven the film was rebroadcasting يعني تم إعادة بثه أو إذاعته add the not of viewers يعني على حسب طلب المشاهدين يبقى add request of هم اللي طلبوا يعيدوا بثه أو إذاعته مرة أخرى number twelve the mother not hugged يعني حضنت يعني شبه كلمة embrace فاكر في من الجيش خلاص يعني بعاطفة تمام يبقى حضنته بعاطفة طيب دلوقتي خلصنا الكلمات ندخل على الغرام يلا بينا number one I am not a mechanic repair my car طيب بدأ في مصدر فنختار get ولا نختار have لأ نختار have have مفعول مصدر أو have الفاعل الحقيقي مصدر أنا بسمي مع الطلبتي في center الفاعل الحقيقي لأنه هو اللي بيقوم بالفعل فأنت عايز تسمي مفعول براح تقليتين number two he is going to not an electrician to بدأ في to المصدر يبقى أنا عايز get فعلا الحقيقي اللي هو electrician to المصدر أو خلي المفعول به her illness didn't not here practicing her hobby طيب ميش مرضها ما منعهاش إن هي تمارس الهواية بتاعتها أولا يمنع يعني stop طيب stop ما بتخدش تو المصدر stop بتاخد from ing ما منعهاش إن هي تمارس الهواية بتاعتها طيب لات ما بتاخدش أصلا from تمام وقال لو ممكن تاخد تو بس نقول ما سمح لهاش إن ها تمارس واصلا تو بيجي بعدها المصدر مش ing فبردو تو غلط طيب number four the doctor is only allowing family members طيب اللا بتاخد اللاو بتاخد تو المصدر يبقى تو visit my father not his car يبقى لت مفعول المصدر فين لت مفعول المصدر let me drive لقب بي number six the teacher doesn't allow us اللاو مفعول تو المصدر يبقى تو use number seven the doctor stopped him stop مفعول ing أو from ing طيب ماشي بس من أفضل from ing I have been trying hard but I not my project written yet خلاص يبقى يتي بتي مع المضارع التام المضارع التام I haven't had we he will not number nine he will not his brother not a watch if he passes the exam تعال نستبعد هف ما بتخد تو المصدر لو عايزة تو المصدر ما بتخد ش مصدر جد عايزة تو المصدر خلاص ما اقدم يج غير d make مفعول مصدر mom doesn't not me have عايزين مفعول وبعد مصدر يبقى doesn't let me have let مفعول مصدر يعني ما بتسمحليش اتناول حلويات كثيرا it's certainly true but I can not you believe it هي بالتأكيد الشيء ده حقيقي بس أنا ما قدرش ارغمك ان انت تصدق يعني يرغم معندها مفعول ثم المصدر make مفعول مصدر يرغم he not a friend to المصدر طب to المصدر يبقى ما مش فعلت ولا هد ولا make خلاص يبقى got شابتاخد to المصدر he not his bags loaded طيب onto the train by a porter طيب تمام بس الكلام ده شكله ايه شكله في لو قلنا he في الماضي او لو قلنا he ما ينفعش نقوله get get المفروض تبقى get or got لو احنا في الماضي يبقى had وما ينفعش نستبدل have get لو كانت جملة مبنية للمجهول كده فما ينفعش بولدي his parents tried to not him be a better person يبقى يجعلوه يصبح شخص افضل يبقى make هنا مانا يجعلوه مش يرغمو ويقه رغص من انه لا يجعلوه شخص افضل persuade شخص المصدر مش مصدر طيب number 15 it was only pride كان الفخر والكبرياء بس هو اللي ذات not don't let one failure not you try again ما تخليش فشل واحد يعمل فيك ايه حاول مرة اخرى يبقى let مفعول مصدر مصدر يحبط my father doesn't allow me allow شخص ويبقى المصدر يبقى adopt يتبنى puppy صغير as he is allergic عند حساسية من الكلب number 18 the hijacker مختطف مختطف السفينة not the pilots عملي في الطيارين to take the plane ياخد الطيارة in a different direction يبقى ارغمهم وأكبرهم يبقى force force مفعول tool مصدر the heavy rain not the paint peel يعني يتأشر off the building من المبنى يبقى خلى الحاجة يتأشر من المبنى يبقى make make مفعول مصدر يبقى 19 hundred ميش جعلا الدهان يتأشر تمام caused عيزة tool مصدر اللو يعني اسمح tool mصدر got tool mصدر او تصريف تالي بس نفيش تصريف تالي number 20 i can't read french so i not the document translated خلاص يبقى i am having سوف احصل على الوثيقة الملف مترجم طيب number 21 we had an approved mechanic يعني ميكانيكي موثق وعشهادة ونس موافقين عليه انه هو شخص معتمد يعني خلاص مش دال فاعل خلاص يبقى الفاعل الحقيقي هو اللي بيعمل الشيء يبقى مصدر هاف الفاعل الحقيقي اللي بيعمل الشيء ثم المصدر we got an approved mechanic بس مدم في got يبقى ناخد to المصدر يبقى to examine i will get the children هم اللي هيرتب صحي يعني هم اللي فاعل هنا يبقى too tidy عشان get to get the mصدر لو اللي بعدها هو العمل الفاعل we had a web designer web designer هو اللي يعمل الحاجة يبقى مصدر هاد شخص مصدر you have no time to clean the house so you had better get not it for you يبقى أحسل لك had get someone get عيز أمصدر أمصدر لأ شخص مصدر يبقى لك we should get children طب get عيز الشخص ثم المصدر to limit we had our car طب عربية نهية لا تتصلح ولا تفحص ولا يتم فحصها لا يتم فحصها يبقى تصريف تالت examined we have had the outside of our house خالق المنزل دهر نفس ولا مدهون مدهون يبقى during the match أثناء المتش one of the players واحد من اللعيبة نوات got his leg got his leg حصل على رجله مكسورة أكيد مش رجله هي لا تكسر رجله مكسورة she was made طب was made مك لما تتبني المكهول بتاخد 2 المصدر يبقى to do لكن مك لو هي معلوم بتاخد مصدر بس number 32 did you have the house that no I not أنا اللي عمانتون بنفسي يبقى I made them myself لاني لو في myself يبقى معنى كده النقادة دي كلها ملغية ها تقوم العدية number 33 I can't promise anything مقدرش أوعدك بحاجة but I hope to know the next week بس أتمنى إني have it finished يعني أحصل عليها متصل 34 have you got your license license renewed you don't like not do you يبقى أنت مش بتحب like ده بعض آي نجي يبقى having لأ إما س يعني إما ب having taken having your photo taken تحصل على صورتك ملتقطة يعني حد اللي يلتقط لك الصورة 36 Mr. Ali got us to study the lesson يعني خلانا ندرس الدرس that means that he not us معناها هو أرغمنا أن نحن نذكر وغصبنا عن عشان got خلي يرغمنا تمام number 37 Mr. Ali had us study the lesson يعني يعني علمنا أو تعليمات يعني instructed us يعني علمنا أو تعليمات أن نحن نعمل الكلام ده تمام number 38 I went to an oculist يعني طبيب عيون and he tested my eyes هو فحص عناية this means that I had my eyes tested حصلت على عناية مفحوصة إلا فحص ها لي الطبيب 39 not no I made it myself هل حصلت على الشيء ده معمول الأولاد عملت الواحد رائد يبقى did you have the dress made هل حصلت على dress معمول number 40 which of the following is structurally correct أي من التالي تركيبه صحيح تعالك نشوف يلا نفكر مش هللا غير دي يلا صح I went to the dentists to have my teeth examined عشان نحصل على سناني مفحوصة حد فعصها لي تعالى بقى يلا ندخل في الفضل في ال writing ده reflective essay number one which of the long can be used in a reflective essay reflective essay تكلم عن حاجات عن نفسك حاجات عن ماضيك عن نفسك خبراتك looking back reflective writing الكتابة اللي عن نفسك can be based on تعتمد على حياتك انت خبراتك your experiences in life I wonder if the man lost any family members تسائل لو الراجل فقد اي حد من افراد العائلة in the storm في العاصفة this sentence can be part of a not essay طائم بدي برضو reflective عشان برضو بتكلم عن تجربة شخصية number four which of the following can be a topic topic موضوع يعني for a reflective essay للمقالة التكلم عن النفس المقالة اللي عكاسي خلاص يبقى مفيش غير d a childhood memory I can't forget ذكر من الطفولة بش قدر انساها which of the following evaluates يقيم the experience from your position now اللي بتقيم التجربة من موقفك الآن ماشي انت كده بتقيم مدن بتقيم بتقولي انا عملت شغل كويس I made a better job عملت شغل كويس which of the following phrases describes the positive effects يعني التأثيرات الإيجابية this definitely had a positive impact on my productivity له تأثير إيجابي على الانتاجية which of the following phrases describes the negative effects التأثيرات السلبية the big drawbacks for me العقبة الكبيرة لي يكز عشان دي سلبية أي من التالي ليس مثال reflective essay مش مثال reflective essay ده Amal uses her mobile to check the weather forecast فين بقى الخبرات الحياتي اللي حصلت هنا number nine where is statement of the thesis فين الجملة بتاعت the thesis found in a reflective essay reflective essay بتبقى موجودة فيها في conclusion في الخاتمة بس مش الثيس نفسها لا ده عادة كتابة الثيس بتمقى دايما في conclusion number ten the core point النقطة الأساسية in a paragraph about procrastination التسويف is is the enemy of success هو عدو النجاح تعالي يلا نخلص translation هتطلع لك الأخطاء لطول وأنت أكيد مفروض تبقى حالي لقبلها التانية به غلط علشان طفيف جيم غلط علشان تقدمك وده الغلط علشان المتتالية إذن إنت أكيد عرفت من الإجابة هي ألف number two الغلط علشان لا تجعل و اس look و السرعة ف السرعة إذن الإجابة أكيد ب number three الغلط عشان نفصل أو نفضل سوري بعد كده وشهرتها وجيم غلط عشان حققه خاص إذن الإجابة أكيد دال number four جيم هي اللي صح الباقي غلط علشان منتجع به غلط عشان المراسلة وكمان في كلمة عدل غر مش معانا والسلام احنا قلنا جيم صح ما لو انتش ليه number one في من العرب الإنجليزي نتلع الغلطات يلا واضحة من الأول هي تسعون واحد دا غلط لهذا و B غلط عشان كلمة mental و C غلط عشان كلمة full خلاص يبقى الإجابة إيه يلا رقم اثنين إيه غلط عشان كلمة little وكلمة analysis عندك كلمة B غلط عشان كلمة more أو number B غلط عشان more D غلط عشان كلمة unproductive وكمان كلمة والله يتنفع كمان كلمة هو غلط ماشي يبقى C هي الإجابة الصح number three three الأول غلط عشان few التالت غلط عشان be taken اللي بعدها غلط عشان controlling خلاص يبقى الإجابة أكيد number B number four أول واحد غلط عشان feedback وcountry site كمان واللي بعدها غلط عشان at achieve for to achieve careless كمان دي غلط C غلط عشان goals وكمان في كلمة upload خلاص يبقى الإجابة الصح أكيد D بكده نكون خلصنا الحمد الله unit 6 إحنا عندنا أصلا ونزلنا unit 7 خلاص مجدين على القناة بكده الحمد الله نكون خلصنا unit 6 كان معك مستر طاهر بزيد وشوفكم قريبا إن شاء الله سلام عليكم